السلام عليكم معاكم ياسمين عرفات وصفة النهاردة هيلة جدا وحلوة ولزيزة مش قادر اقولكو قد ايه طعمها حلو جدا جدا هي شيشي الكفتة هنعرف مع بعض نعمله بالشكل الامر ده وهيطلع معايا شكلها مش قادر اقولكو مغرقات ايه ويفتح النفس بجد حلو جدا اطفال هتعجبهم طبعا الشكل لزيز جدا وكبار وتنفع في العزومات تبقى هيلة اوي يلا نشوف مع بعضها هنعملها ازاي عشان تطلع بالحلاوة دي وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير واشتراكوا لقناة نسمي الله ونشوف مع بعض المقادير معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة معايا التفل بصلايا متوسطة طبعا بصلايا وبشرتها وعصرتها بنزلت الماء بتاعتها معايا معلقة صغيرة من النشا وبياض بيضة ومعايا نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعايا صغيرة من البيكنج بودر وربع معلقة صغيرة رشة من القرفة يعني ورشة من جنزبيل معلقة صغيرة من التوم البودر معلقة صغيرة من البصل البودر معلقة صغيرة الا ربع من الملح طبعا هنزلكوا كل المقادير دي في صندوق الوصف طبعا زي ما احنا عارفين عشان توصلي لسبوع كفتة كده او كورة من الكفتة تبقى متماسكة وما تفكش منك لازم الكفتة عجينة الكفتة تتعامل معاملة العجينة تماما لازم تعجينها كويس جدا مش هدخلها في الكفتة لان انا عايزة الكفتة بتاعتي لما يجي اكلها تبقى حبيبات الكفتة ظهر معايا اهو بعد ما عجنتها وستها ترتاح شوية وجهزت معايا حلقات البصل البصل مقطع مكعبات كده وفلفل الوان هجهز بقى الاسيخ بتاعتي اسيخ الشيش جبت اتنين مع بعض علشان هكان الاسيخ عندي رفيعه لو عندك هي سميكة شوية يبقى كفاية واحد قوي بس لازم اتنين عشان كورة الكفتة تبقى متماسكة كويس ما تفكش معايا او ما تبقاش تقيلة على السيخ فتسيبه وتقع منه او طبعا الترتيب الخضار والكفتة ده يرجعلك انت طبع الالوان وطبع الشكل اللي انت عايزاه طبعا زي ما احنا عارفين الوصفة دي كنا عملناها في تفريزات رمضان بس طبعا لزروف والله غصبة عني معرفتش اسجل بقيت الفيديو فلما طلعتها بقى من الفريزر وسجلتها حبيت اجمع لكم الفيديو من اول والاخر عشان تبقى الوصفة كاملة قدامكم اهو بجيب كورة من الكفتة عجنها كويس بايدي كده عشان اتأكد ان هي ما تفكش مني خالص لما جي اسويها لو انتو مش هتفرزنوها تقدروا تحطوا شريح من الطماطح زي ما انت عايزة مكعبات من الطماطح لاجت طبعا هتتفرزن الطماطح ما تندفعش تتفرزن نهائي لكن الفلفل والبصل مفيش اي مشكلة من تفريزه خالص شايفين السيخ بتاعي شكله حلو ازاي النص كيلو ده حيعملي حوالي 7 اسيخ طبعا كمية كويسة كمية حلوة قوي مش قادر اقوله شكلها في العزومات بتبقى عاملة ازاي طبعا عصير البصل اللي طلعناه من طفل البصل ده مش هنرميه ده ده فيه كل السر اللي حيديني الطعم الحلو جدا ليه شيش الكفتة حيديني طعم مميز وكمان طعمه مختلف عن اي نوع من الكفتة انت بتاكي ليه اهو هعمل معك واحد كمان هو سهل جدا وم بياخد شوقت طبعا الناس اللي بتبقى بقى عايزة تجهز شوية حاجات في الفريزر الوصفة دي من اهم الوصفات وصفها هيلة جدا تقدر تجهزيها وتعنيه في الفريزر ولما تحب تسويها في اي وقت تطلعيها بس لما تطلع من الفريزر تسيبها تفك مش عايزة تفك لآخر هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي زي ما احنا شوفنا عصير البصل اهو هنضيف عليه معلقة كبيرة من الصوياسوس هقلبهم كويس وعشان الوصفة دي احنا فارزناها فانحب نجهز كل حاجتها مع بعضها اهو بعد ما قلبتهم كويس حطهم في كيس تلاكة في كيس حفظ وهحطهم مع الوصفة دي وافارزينهم مع بعض في الفريزر عشان تبقى الوصفة كلها كاملة متكاملة معايا محتاجش بعد كده اي حاجة غير يدوبك عد تسويه وبس اهو بجد بالله بجد يا جماعة اللي مش هيجرب اه طريقة الكفتة الجديدة دي بجد هيفوتوا كتير اهو ده بعد ما فارزناها وطلع طابقة اه وفكت اه في بعض الاسيخ فكت وفي لأ بس صراحة ما تخليهاش تفك للآخر يعني تبقى فيها ايه اه جمدة حكة بسيطة ازاي ما احنا شايفين الصوص بتاعنا اه فك تماما هجيب بقى جريل حلوة كده او طوصة طفال طوصة يعني ما بتلزقش مش شرط جريل طوصة ما بتلزقش او صينية اي حاجة بس طبعا ما بلاش ألمونيوم عشان ما تلزقش معي ده هنده كويس بالزيت طبعا سبتها تسخن عايزها سخنة جدا شايفين شايفين اه شيش معنا بالتكتك ازاي اهو انا عايزة كده علشان يفضل اسيخ الكفتة محتفظة بالعصارة بتاعتها والكفتة ما تنشفش معي اهو اول ما تتشمع معي ابتدي اقلب على طول كل ده لسه على نار عالية لاني عايزة تحتفظ بالسويل بتاعتها اهو نقلبها على طول نقلبها بسرعة عشان اه كور الكفتة دي بتبتدي اوقات في بعضها بيلف معي شوية فانا بقلبها بسرعة جدا لازم اشمع من على كل شايفين لو شايفين اه لو شفتوا كده اه حلقة الكفتة الاولانية دي بدأت تفك معي هنشوف مع بعض هنرجع مع بعض ازاي طبيعي بيقابلنا مشكل كتير وحاجات اه واحنا بنطبخ بس هنشوف مع بعض هنصلحها ازاي شايفين اهي وقعت بقى خلاص هنشوف مع بعض هنرجعها تاني السيخ معي ازاي اهو لازم اشمع من على كل حتة كل ده على نارة عالية طبعا زي ما احنا شايفين في قطع جنب واحد لسه مستويش لسه لحمنية ببتدي بقى اجمعه كده بالمعلقة اهو اثبته واقوم قلب السيخ عليه على طول عشان يبتدي يتشمع فيبتدي يتماسك على السيخ انا ليه بعمل على نارة عالية واشمعها من كل الجوانب التشميع دي هي اللي بتخلي كورة الكفتة تمسك على السيخ كويس جدا لكن لو هديت النار عليها وسبتها هتلاقي الكفتة جزء اللي استوى ده خلاص بقى بدأ من على الجنب تاني يقع وتفك معاك اول ما تاخد التشميع المحترمة خلاص اتشمعت من على كل جنب اهدي بقى النار وبعد كده الصوس الجميل بتاعنا ده ابتدي بقى ادهن به السيخ الكفتة كده زي ما احنا شايفين اولا السيسوس طحفة بتديني للمشاوي ريح وطعم مميز جدا اه وبتديني لون حلوة قوي وبتديني لمعة هيلة جدا اول بقى محس ان الجنب اللي تحت بدأ ده يدخل فيه السواء اقلبه وادهن وكل مقلب ادهن بالفرشة زي ما احنا شايفين واغطي الجريل بتاعي بعد ما خلص الخطوة دي اغطيه ولما حس ان هو ابتدى يتشمع يعني ابتدى بقى ياخد لون كويس من على الجنب ابتدى اقلب على جنب تاني فاهمين هي ما بتاخدش وقته خالص وخلاص هي كده بقى التمام وزي الفل واول مطفى عليها لازم ادهنها بالصوص بتاعنا ده عشان يديني اللمع الحلوة دي واقدر اقدمه مع مقارونا البلبينك الصوص اللي نزلناها قبل كده في الفيديو اتمنى الفيديو كله يعجبكو اتمنى تجربو والوصفة تعجبكم والفيديو يكون خفيف عليكم وخير الختام السلام عليكم